أصدقائي أطباء المستقبل أهلا وسهلا فيكم بالمحاضرات اللي حنحكي فيها عن الفصل الخامس الجهاز القلبي الوعائي حتكون عبارة عن سلسلة من المحاضرات حتى ما نطول عليكم على شكل محاضرة واحدة وبأول محاضرة حنحكي نبلش حنحكي عن القلب وفيما بعد مننتقل للأوعية اللي عم تطلع من هالقلب طيب فإذن بهذه المحاضرة حنحكي عن القلب بتفاصيله أول شي كتشريح عام للقلب كيف تتخيلوا لو سألتكم أنه كيف القلب بتشريح عام هل هو هيك؟ أكيد لا طيب هل هو هيك؟ الحقيقة أنه مو 100% هيك نحن تعودنا على هاي الرسمة لحتى نفهم كيف بتصير الدورة الدموية بس هلا حنشوف كيف وشو الاختلافات اللي بتصير عن هالرسمة هاي بتشريح القلب الحقيقي طيب بس ولكن بتظل هالرسمة مفيدة لحتى تذكرنا بالدورة الدموية يلي عم يمشي فيها الدم بكل دورة عم يفوت فيها طيب شون عم يمشي الدم؟ أول شي خلينا نقول أنه الدم إجا من كل أنحاء الجسم الدم يلي محمل بغاز الثاني أكسيد الكربون والفضلات وإلى آخره حيجي عن طريق الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي يروحوا هيك باتجاه الأوذين اليمنى من الأوذين اليمنى بينتقلوا للبطين الأيمن عن طريق هالدسام اللي موجود هون يلي مانسمي لدسام مثلث الشرف انتقلوا من الأوذين اليمنى للبطين الأيمن من البطين الأيمن وبيطلع الدم هيك باتجاه هالجذع اللي بسميه الجذع الرئوي ومن الجذع الرئوي بينقسم لشريانين رئيسيين سميهن الشريانين الرئويين تمام الشريانين الرئويين حياخدوا الدم من البطين الأيمن وهيك باتجاه الرئتين طيب هون فرضا في عندي هدول الحيزين اللي هنين عبارة عن الرئتين صفوا الدم وكذا دم إجاههم عن طريق الشريان الرئوي الدم تنقى وتزود بالأكسجين التابعه وحمل حاله وبدو يرجع على القلب بيرجع على القلب بقى عن طريق أربع أوردة هدول اللي باللون الأصفر منسميهن الأوردة الرئوية الأربعة الأوردة الرئوية الأربعة بتصب بالأذينة اليسرى ومن الأذينة اليسرى بينتقل الدم للبطين الأيسر عن طريق الدسام اللي منسميه الدسام التاجي ومن الدسام التاجي بروحك واتجاه البطين الأيسر مثل ما حكينا ومن البطين الأيسر باتجاه الأبهر للي حيوزع الدم المؤكسج بكل أنحاء الجسم إذن إعادة سريعة أجواف علوي أجواف سفلي وذينة يومنا بطين أيمن جدع رئوي شريانين رئويين أيمن وأيسر راحوا على الرئتين رجعوا من الرئتين عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة باللون الأصفر أذينة يسرى بطين أيسر من البطين الأيسر للأبهر والأبهر بجرعة بيوزع الدم بالجسم مرة تانية دم مؤكسج نقي طيب هلأ هاي الأفكار اللي انتو بظن انكم بتعرفوها من التاسع وفيما بعد مرأت معكم بس ولكن إعادة سريعة كانت لهالدورة الدموية هاي تمام؟ طيب شو الاختلاف طيب بالحقيقة؟ يعني شو الاختلاف عن هالصورة هاي وين الشيء المواقعي فيها؟ الشيء المواقعي انه انتم بتشوفوا بهالصورة الأذينة والأذينة كأنهم فوق والبطينات بالأسفل تمام؟ يعني كأنه الأذينات بالأعلى وبطينات بالأسفل بينما بالحقيقة الأذينات بيكونوا بالخلف والبطينات بالأمام هذا تشريح القلب الحقيقي واللي هنشوفه هلا بالتفصيل شوي شوي طيب فهناخد أول شي فيديو نحكي فيه عن الموقع التقريبي للألب موقع التقريبي هون متل ما لكم شايفين بالنص تماما تماما وشوي لليسار فوق الحجاب الحاجز وخلف القص ولو عم نطلع من الجانب هنلاقي عم يشغل المساحة اللي صايرة بين العمود الفقري بالخلف وبين القص بالأمام هذا هو بيكون مكان القلب متوضع على الحجاب الحاجز مع كل شهيق وزفير بيطلع وبينزل لأنه قاعد على الحجاب الحاجز كلما تقلص الحجاب الحاجز وارتفع بيرفع معه القلب تمام طيب فهي كشكل تقريبي هلا بنجي بقى منبلش من السطح وهيك باتجاه العمق لحتى نوصل للقلب تمام طيب فقدامنا هالمحضر هاد أول شي هنشيل الأطراف ونشيل العضلات اللي عم تحيط بالصدر لحتى يصفى عنا القفص الصدري لحاله عبارة عن الأضلاع والعضلات اللي موجودة بين الأضلاع العضلات الوربية اللي حكينا عنهم من قبل طب حنشيل الجزء من القفص الصدري لحتى نشوف الرئتين اللي منفوخين هون بشكل كامل كأنه واحد أخذ شهيق عميق من بعد الرئة هيك فمنشوف القلب تماما هذا مكانه عم يتوضع خلف القص وبين الرئتين وعم يحيط في بنية منسميها التامور طيب حتى نشوف القلب بشكل أوضح شلنا الرئتين تمام والقص هذا هو القلب وهذا الحجاب الحاجز اللي عم يستند عليه القلب وهون في عندي الأوعية الكبيرة يلي بتكون طالعة من القلب واللي منلاحظ أنه حجمه تقريبا قريب لحجم القلب نفسه طيب هلأ خلينا نشوف بقى القلب وندرسه بشكل معزول لحتى نفهمه بشكل أكبر طيب هلأ هون متل ما أنا شايفين بقى هاي القلب عم نطلع عليه وكأنه قاعد عن حجاب الحاجز منلاقي البطينات بالأمام هدول اللي هون والأذينات بالخلف بهالشكل هاد طيب منلاحظ أنه عم يحيط بالقلب هذا اللي باللون الأصفر اللي هو عبارة عن نسيج شحمي ما عم يورجينا عضلة القلب بشكل كامل فمنشيل هالنسيج الشحمي هذا اللي باللون الأصفر لحتى نشوف الألياف العضلية تبع عضلة القلب طيب هلأ صار عننا حجرات كلها ياتا واضحة صار فينا نحكي عنه تمام طيب هاي إذا عم نطلع على القلب من الخلف تمام هون الخلف وهيك إذا عم بتطلع على القلب من الأمام بهالشكل هاد الاحلاقي هاي البطين الأيسر وهي البطين الأيمن واللي حنيج عليهم بالتفصيل بعد شوي وهي عنا هون الأذينة اليسرى اللي حنشوفها هلأ هاي الأذينة اليسرى من الخلف تمام هاي الأذينة اليسرى وهي الأذينة اليمنى ومتل ما حكينا فالدم اللي بيجي من النصف العلوي من الجسام يدخل الأذينة اليمنى من عن طريق الوريد الأجوف العلوي ومن نصف السفلي من الجسم يدخل عن طريق الوريد الأجوف السفلي تمام بهالشكل هاد واذا بنا نشوفهم بشكل أوضح كمان هاي الوريد الأجوف السفلي اللي بيكون عمين قول الدم من نصف السفلي للجسم ويفوت هايك على الأذينة اليمنى طيب هلأ كمان في عنا بالإضافة للوريدين الأجوفين العلوي السفلي في عنا الدم اللي بيروي القلب نفسه وهاد الدم اللي بيجي عن طريق فتحة خاصة فيه من سمية الجاب الإقليلي نحكي عنه بعد شوي هلأ في عنا هجزء من الأذينة اليمنى من سمية الصيوان تمام هالامتداد هاد اللي شايفينه انتو هون هاد الامتداد بهالشكل هاد هاد الامتداد بيجي عن طريق هاد الدسام ليكون موجود بهالمنطقة هاي تقريبا هون في عندي حاجز بين الأذينتين بين الأذينة اليمنى والأذينة اليسرى هون بيكون في حاجز بين الأذينتين تمام يفصل الأذينتين عن بعض اكيد هاد الشي يعني متل انه شيء منطقي او بديهي طيب هلأ خدنا فكرة بشكل عام عن تشريح القلب تمام وانه كيف بيكون عبارة عن وجوه في عندي قسم من القلب بيكون مستند على الحجاب الحاجز وفي قسم منه بنكون شايفينه لما عم نطلع على القلب من الأمام تمام وفي قسم خلفي تبع الأذينت هلأ قصينا نبلش بأول الفقرات المذكورة بالكتاب لانه لو اجينا مباشرة هيك بلشنا بأول وجه من وجوه القلب اللي هو وجه القصي الضلعي هتحسوا شوي بانه معا بنعرف شو يعني وجه قصي ضلعي وشلون في وجه قصي ضلعي فهلأ صافينا نتخيل كيف عنا هذا الوجه يلي شايفينه نحن هون هو عبارة عن الوجه يلي شفناه لما شلنا القص والأضلع فبين معنا هذا الوجه وفي وجه بيكون من تحت بنشوفه بعد شوي هو الوجه اللي بيكون مستند على الحجاب الحاجز تمام وفي وجه من الخلف كمان بنجي عليه بعد شوي فإذا ثلاث وجوه للقلب أول وجه فيهن هو الوجه القصي الضلعي أو ستيرنو كاستل سيرفس هذا الوجه اللي انتو شايفينه هون تمام طيب هلأ بكل وجه بدنا نشوف شو اللي عم يشكله وشوفي عليه معالم فأول شي بالنسبة للوجه القصي الضلعي هذا الوجه بيتشكل معظمه من البطين الأيمن هذا البطين اللي انتو شايفينه هون تمام هذا كل ياتو عبارة عن البطين الأيمن تمام وبجزء من البطين الأيسر هذا الجزء اللي نبين هون هو عبارة عن البطين الأيسر وانتبه كتير لأنه هلأ حيصير في عنا تشابه وبممكن يتخربطوا الوجه هاد مع وجه تاني فإذا وجه القصي الضلعي يلي بشوفه لما بشيل القصي الأضلع بلاقيه هات بوشي مباشرة لما بشيله هو بتألف بمعظمه من البطين الأيمن وبجزء من البطين الأيسر ممكن يصل بيناتن ثلم هون موجود بهذه المنطقة هاي بين البطينين بسميه الثلم بين البطين الأمامي ما هو هذا الوجه فكان ثلم بين البطين الأمامي هذا المر escalofoli هذا الثلم لا استخدم هذا التلب 한데 مبيّن معنا لأنه مغطى باللون الأصفر هذا اللي هو عبارة عن النسيج الدهني طيب وفوق النسيج الدهني منلاقي عم يمر شريان اسمه الشريان بين البطينين الامامي تمام الشريان بين البطينين تمام بين البطينين من اسمه وهو على الوجه الامامي وهو فرع من شريان أكليلي نحكي عليه بعد شوي اسمه الشريان الأكليلي الأيسار طيب إذن فالوجه القصي الضلعي بيتشكل معظمه من البطين الأيمن وجزء من البطين الأيسار فيه ثلم بيناتهم اسمه الثلم بين البطينين تمام الأمامي وهذا الثلم يكون عم يغطيه نسيج شحمي هذا اللي بلون الأصفر وعم يمر فيه شريان اسمه الشريان بين البطينين الأمامي تمام طيب هلا بنطلع كمان منلاقي انه على هذا الوجه في عنا كمان مبين جزء من الأذينة يلي هي عبارة عن الأذينة اليمنى تمام هاي حاكتب هنا أذينة يمنى تمام بالإضافة لشايفين الأجواف العلوي والأجواف السفلية اللي عم يصبوا بهالأذينة طيب هاي إذن أول وجه من وجوه القلب يلي هو الوجه القصي الضلعي تمام كما نتفان هذا الوجه اللي مشوفه إذا شننا القص والأضلع طيب مننتقل كمان لوجه تاني هو الوجه الحجابي أو الديفراغماتيك سيرفس نعرف كلاهاتنا الديفرام هو عبارة عن الحجاب الحاجز فالديفراغماتيك سيرفس هو عبارة عن الوجه الحجابي هذا الوجه اللي نحن شايفينه بقى هون لاحظوا أنه هاد مختلف عن هاد تمام هاد عم بتطلع عليه من الأعلى والأمام بينما إذا بتطلع من الأسفل تمام على الوجه اللي بيكون مستند عن حجاب الحاجز بتطلع بلاقي في عندي هذا الوجه تمام بتضبط هذا الوجه اللي شايفينه هون طيب هذا الوجه اللي هو الوجه الحجابي من شو بتشكل؟ هاد بتشكل معظمه من البطين الأيسر بطين هي بقى نقطة أيسر تمام؟ وبجزء منه من البطين الأيمن بالعكس يعني تمام؟ إذا في الوجه الحجابي عم يتشكل معظمه من البطين الأيسر وجزء منه من البطين الأيمن مفصولين عن بعضهم هون بثلم كمان عم نغطي نسيج شحمي اسمه الثلم الثلم بين البطينين الخلفي تمام؟ بمرفي شريان هو الشريان كمان بين البطينين الخلفي يلي هو فرع من شريان أكليلي أيمن تمام؟ إذا هنيك خلينا هون نرجع نسميهم مثل ما أن هذا عبارة عن بطين أيسر وهذا بطين أيمن تمام؟ وهذا عبارة عن شريان بين البطينين الخلفي ماشي؟ طيب إذا الوجه القصي الضلع عم يتشكل معظمه من الأيمن وجزء من الأيسر عم يمرفي الشريان بين البطينين الأمامي الوجه الحجابي بطين أيسر معظمه وجزء من البطين الأيمن وعم يمرفي الشريان بين البطينين الخلفي تمام؟ طيب هلأ كمان بالإضافة له هدول يعني هدول يمنشوفهن على الوجه الحجابي منشوف كمان جزء من الأذينة اليمنى يلي عم يصب فيها الوريد الأجواف السفلي تمام؟ طيب خلصنا هلأ من وجهين من وجوه القلب يلي هنن وجه الحجابي والوجه القصي الضلعي خلينا نقارن بيناتهم طيب الوجه القصي الضلعي معظمه بتشكل من أي بطين الوجه القصي الضلعي بتشكل من البطين الأيمن بينما الوجه الحجابي يتشكل معظم الوجه من البطين الأيسر طيب يسير في الثلم بين البطينين الشريان تمام بين البطينين على الوجه القصي الضلعي هو شريان بين البطينين أمامي بينما هون شريان بيكون خلفي وهي المقارنة اللي بتهمنا بين هالوجهين هدول طيب مننتقل للوجه الثالث من وجوه القلب تمام يلي منسميه قاعدة القلب أو هذا الوجه الخلفي يلي موجود به الشكل هذا هون تمام طيب هذا الوجه الخلفي بتشكل بشكل رئيسي من الأذينتين في عندي أذينة يمنى أذينة يسرة الأذينة اليمنى بيلفتنا أن هو تارLoV تقريبا بشكل أفقي تمام ب الشكل عليه هذا över أذينة اليسرة بتجده طوضعها أجد إذن الأذينة اليمنى يوم пятى والتي من الوجه يلي يلي في شكل عمودي بينما عندنانا التعالف تمام طيب إذاً الأذينة اليمنى توقع عمودي الأذينة اليسرة ربما توقعها وفي أفقي الأذينة اليمنى ينصبح وريد الأجوف من ذلك وأجوف من م الطريق عدنة quo يسرى عم يصب فيها الأولدة الرئوية الأربعة يلي عم تجيب الدم من الرئتين تمام؟ طيب هذا اللي بيهمنا بالنسبة لقاعدة القلب أو Pace of the heart طيب هلأ في عنا فكرة يعني كلمة قمة القلب بنطلع حيك منلاقي إنه هاي القلب إذا عم بتطلع عليه من الأمام تمام هاي القلب إذا عم بتطلع عليه من الأمام نفس المنظر هات طيب بلاقي هون في عندي هالنقطة هاي هاي النقطة هون بسميها قمة القلب تمام أو Apex of the heart طيب هاي القمة بتهمنا سريريا لأنه إذا واحد حط إيده بها المنطقة هاي فممكن إنه يجس يعني بس أنت مجرد ما حطيت إيدك بها المنطقة هاي ممكن تجس بقمة القلب كيف عم تنبض والدق بجدار الصدر تمام؟ عند الشخص الطبيعي فبتهمنا مشان موضوع الفحص السريري طيب وبيهمنا مو بس إنها موجودة بيهمنا وين موجودة يعني وين الموقع تبعها بالضبط فالموقع تبعها قال أول شي إنه هي موجودة بالورب الخامس تمام؟ إذا عدينا الأوراب هاي الورب الأول لنا كل مسافة بين ضلعين بنسميها ورب فهي ورب أول تاني تالت رابع خامس شايفين ليك هون بالورب الخامس تمام؟ هاي أول نقطة بالنسبة للموقع تبعها طيب وين بالورب الخامس؟ هون ولا هون ولا هون ولا هون لازم نحدد بعدها عن الخط الناصف فإذا بترسم خط ناصف بتلاقيها بتبعد عن الخط الناصف مسافة 9 سنتيمتر تمام؟ إذن هي موجودة بالورب الخامس على بعد 9 سنتيمتر عن الخط الناصف ومثل ما إنه ممكن إنه نجسة ونشعر فيها عند أي شخص بشكل طبيعي طيب لحتى نحفظ بس نحن هالرقمين وسهل عليكم موضوع الحفظ فاخترعت لكم شغلة هلا كلمة هارت تمام؟ معنى القلب وإبكس يعني قمة قمة القلب طيب أول شي كلمة هارت تقريبا كلا لاتنا منعرفها ومنعرف نكتبها فهي مكونة من خمس حروف لحتى تذكركم إنه موجودة بالورب الخامس أما لو جمعنا كلمة هارت مع كلمة إبكس فصاروا عبارة عن 9 حروف وتذكروا إنه 9 سنتيمتر عن الخط الناصف تمام؟ طيب هلأ مننتقل لفكرة تانية بقى موضوع التامور أو بيسموه البريكارديوم شو هو؟ هلأ تذكروا وقت حكينا على الرئتين ذكرنا فكرة الجنب وقلنا إنه الجنب عبارة عن متل كيس عم يغلف كل رئة ما عدا المنطقة يلي بتفوت فيها الأوعية والقصبات على هالرئة صح؟ طيب هلأ بدياكم نطبقوا نفس المبدأ على القلب القلب تتخيلوا مكان هالإيد تمام؟ بدل مفايتة إيد فهاية قلب وعم يغطي شيء مثل كيس أو بالون أو شو ما بدكم؟ فبيغطيه من كل النواحي وبيصير عبارة عن طبقتين طبقة ملتصقة بالقلب وطبقة ثانية بعيدة وبيناتهم مسافة فيها سائل ماشي؟ طب بس الفكرة إنه القلب الشي اللي بغلفه يلي منسميه هذا منسميه التامور تمام؟ مو بالون أكيد ولا كيس منسميه التامور بغلف القلب بهالشكل هود يعني بمعنى تاني القلب بينزل هيك جواته تمام؟ بغلفه هيك ما عدا المنطقة العلوية من القلب فهذا اللي شايفينه هون باللون الأصفار تمام؟ هو عبارة عن التامور يلي بيكون مغلة في القلب من كل هالنواحي وصفيان بس من فوق مكان ما بتدخل وبتخرج الأوعية على القلب تمام؟ طيب فإذا بيكون التامور عم يغطي القلب بشكل كامل ما عدا من فوق لأنه بدأ تدخل وتخرج الأوعية طب وحتى الأوعية قال التامور بيغطي جزء يعني أول جزء من الأوعية مثلا هذا اسمه الأبهر يلي بيكون طالع من القلب الأبهر بيكون طالع من هون ومن هون تمام؟ فمنلاقي التامور عم يغطي أول جزء من الأبهر تمام؟ فالتامور مو بس بيغطي القلب وبيغطي الجزء أول جزء من الأوعية اللي بتكون طالعة أو فايتة على القلب طيب هلاء الفكرة كمان إضافية بالنسبة لتامور القلب أنه نحنا مو عنا تخيلوا ليه مو كيس واحد بهالشكل هاته قال بيجي أول شي كيس تمام؟ بيغلف القلب هيك وبيكون عبارة عن طبقتين طبقة ملتصقة بالقلب بسميها طبقة حشوية وطبقة بعيدة أبعاد يعني بسميها طبقة جدارية وبين الطبقة الحشوية والطبقة الجدارية بيكون في حيز بيعبيه سائل اسمه السائل التاموري طيب بس هيك قال لأ الكمان بيجي فوق منهم كمان هدول كيس إضافي تامور جديد يعني صار عمد تامورين هذا واحد وهذا واحد التامور التاني بسميه التامور الليفي ميزة التامور الليفي أنه مانو عبارة عن وريقتين وإنما وريقة واحدة بس بتيجي من بره تمام؟ طيب فإذا صار في عندي أنا لو كان خلينا ناخد الموضوع بشكل مبسط ماشي؟ طيب هلأ لو كان فرضا هذا القلب فإجا أول شي تامور هو منسميه التامور المصلي تامور المصلي بيكون عبارة عن طبقتين أول طبقة حشوية ملتصقة بالقلب تماما عمد غطيه مع عدد المنطقة العلوية وهو مؤلنا طبقتين هاي أول طبقة أو هاي الثانية وبين هالطبقتين بيكون في عندي حيز وهالحيز بيكون مملوء بسائل منسميه السائل التاموري تمام؟ إذن هاي أول تامور يلي هو بسميه شو التامور المصلي والتامور المصلي بيكون مألف من وريقتين وريقة ملتصقة بالقلب هذا اتفقنا أنه هو عبارة عن القلب تمام بس بشكل هاي ببسط لحتى نحن نوصل للفكرة فالطبقة بتكون ملتصقة بالقلب منسميها طبقة حشوية وطبقة بتكون أبعد تمام عمد حيط الطبقة الحشوية اسمه طبقة جدارية وبين هاتهم في عندي شي اسمه السائل التاموري تمام؟ طيب هاي أول تامور هلأ قال كمان في تامور تاني بيجي هيك من برة عفوا بيجي هيك من برة وبيحيط بالتامور اللي حكينا عليه قبل شوي ميزة هذا التامور الثاني أنه ما نوع عبارة عن وريقتين وإنما بيكون عبارة عن وريقة واحدة تمام؟ هذا سميه التامور اللي في ماشي؟ طيب ليش هذا التامور اللي في موجود؟ إذا التامور المصلي هذا اللي هون الهدف منه أنه القلب هو عم يتقلص ويتحرك يكون الاحتكاك ما يصير في احتكاك بين القلب والبنى اللي حواليه بيصير الاحتكاك بين هالو ريقتين ورقة تلتسق بالقلب ورقة تلتسق B 자ركة المحيطة بالقلب ويصير الاحتكاك بين دولا ما يكون الاحتكاك بين القلب والشغلات اللي حواليه وبنفس الوقت يحميه من الصدمات وكذاシا الى آخره طيب ، التامور الثاني ، هذا اللي اسمه Unif Shell - لي Let's go قائل التامورabi hol gentlemen جميل Cochard لحتى نوعا ما يثبته بمكانه فالتامور لبي يخ Searching from the table بحيط في هالشكل هاد بلقي تحته الحجاب الحاجز بقوم بتثبت على حجاب الحاجز ما هو هيك إجا حاط بالقلب من برة فبيحيط القلب بلاقي تحت الحجاب الحاجز بيتثبت الحجاب الحاجز بهالشكل هاد فبيعمل لي الرباط حجابي تاموري تمام يعني شوي ثبت القلب على الحجاب الحاجز لحتى ما يتحرك كتير نفس الشي بلاقي إنه والله أدامه القص يلا أدامي القص خليني كمان أتثبت على القص فبيعمل الرباط تاموري قصي خلينا نشوف كمان هي الصورة لحتى تتوضح الفكرة بشكل أفضل وأكبر بنطلع هون تمام وخلينا نشيل هالكتابات هاي كل آياته طيب ما بده تنشار هلأ الفكرة إذا أخذنا نحن هون عملنا مقطع سهمي تمام مقطع سهمي مر بالصدر القص من الأمام هذا اللي شايفينه والعمود الفقري من الخلف والقلب عم يأخذ هالمنطقة هاي كل آياته مر المقطع عملي مقطع هون بالبطين ومقطع بالأذينة ومقطع بالأبهر مالي بكل الهدور أنا بدي التامور هذا يلي عم أرسمه تمام يلي عم يحيط بالقلب ماشي طيب أجيت لهالمنطقة هاي منطقة المستطيلة اللي بلون الأزرق وأخذت لهون كبرت له حتى شوف بشكل أوضح فبلاقي انه هاي هذا شو عبارة عن بطين جدار البطين هذا اللي هون معناته هذا جدار عضلة القلب طيب هذا اللي بلون الأصفر عبارة عن نسير شحمي بحيط بعضلة القلب ما بدي يا هلا طيب هاد عبارة عن شو هاد عبارة عن أول طبقة من التامور يلي بسميها الطبقة الحشوية تمام وهي شو قال هاي الطبقة الجدارية إذا هاي عبارة عن طبقة جدارية وهي عبارة عن طبقة حشوية بيناتهم فراغ بيكون في سائل اسمه السائل التاموري هلا دول التنتين مع بعضهم شو بيشكلوني بيشكلوني الشي اللي بسميه التامور المصلي تمام؟ التامور المصلي عبارة عن وريقتين وريقة حشوية وريقة جدارية بيناتهم هالمسافة هاي يلي فيها السائل التاموري وفي عندي هون هذا اللي شايفينه هون بقى هاد عبارة عن التامور اللي في التامور اللي في تمام؟ هدا يشايفين هون عبارة عن التامور اللي في يلي عم يجي فوق التامور المصلي والتامور اللي في بتطلع هيك بيلاقي قدام Qatar فبروح بيتسبت عليه بيلاقي تحت الحجاب الحاجز بيقوم بيتسبت عليه مسلا حتى يثبت إنه حركات القلب شوي هلا هيك بتمنى انه وضحت تماما فكرة التامور وشتون عم يحيط بالقلب وكيف الطبقات اللي بيتكون منها فإذا قلنا نحن في عندنا تامور مصلي وعم يحيط فيه كمان تامور ليفي وظيفة التامور المصلي انه بيسهل حركة القلب والانزلاق وبيحميه إلى آخره بينما التامور اللي فيه عم يثبت لي القلب تمام طيب التامور المصلي بيتكون من وريقتين قلنا وريقة حشوية وريقة جدارية بينما التامور اللي فيه بتكون من وريقة واحدة هو نفسه تامور ليفي طيب هلا خلينا نحل سؤال كل ما يلي صحيح عن القلب ما عدا يمر من الثلم بين البطينين الأمامي تمام فرع من الشريان الإكليلي الأيمن لا هلا حيمرق معنا الشريان الإكليلية فحيمرق كمان انه بالثلم بين البطينين الأمامي بمر فرع من الشريان الإكليلي الأيسر مو الأيمن طيب يشكل البطين الأيمن أغلب الوجه القصي الضلعي صح يشكل البطين الأيسر أغلب الوجه الحجابي كمان صح أنا عم عيدهم هدول بعرف انه هنين كلا يتنحكونوا صح بس لحتى انتم المعلومات ترجع تنعاد عليكم مرة تانية تقع قاعدته في الخلف والأعلى صح تفقنا انه في وجه من فوق وجه من تحت والقاعدة من الخلف طيب قمة القلب تتشكل من البطين الأيمن لا الحقيقة بتتشكل من البطين الأيسر تمام طيب وتتجه للأسفل والأمام واليسار صح شفناها كيف هيك بتكون عاملها الشكل هذا تمام للأسفل والأمام واليسار طبعا انتبهوا لشغلة انه بالصورة اللي بيكون مثلا امكم من هاي الرسمة لما بيكون في قدامي شخص تمام طيب فرضا هاي إيدي هاي الشخص هون معاشي طيب أنا لما عم بتطلع عليه أنا بالنسبة لي لي مو اليميني هو نفسه اليمين اللي بالصورة تمام اذا لما بطلع الصورة بالصورة بيكون هذا اليمين وهذا اليسار فلما بتلاقوا مثلا القلب والله مثلا متجه بهالشكل هاد فهذا تمام والقمة تبعه هون بهالمنطقة هاي فهذا بيكون شو بيكون متجه باتجاه اليسار لأنه أنا عم بتطلع على هذا الشخص فهذا يمينه وهذا يساره تمام فإذا تتجه قمة القلب باتجاه الاسفل صح والأمام واليسار وين بتكون موجودة بمستوى الورب الخامس تفقنا مستوى الورب الخامس ونتبهوا لكلمة الايسر ما يقوموا يغيروها وعلى بعد تسعة سنطين من الخط المتوسط كمان صح وقالنا هارت ايبكس ونتذكر منه هالرقمين خمسة وتسعة هلا التامور هو عبارة عن كيس من النسيج العضلي الحقيقة لا مو نسيج عضلي أنا تلكون شيء أنه التامور هو عبارة عن نسيج عضلي لا هو محيط القلب اللي هو نسيج عضلي ما اختلفنا بس هو عبارة عن نسيج مصلي أو ليفي فكلمة عضلي غلط طيب التامور يحيط القلب وبجذور الأوعية الكبيرة مثل ما أنا محيط القلب صح وجذور الأوعية الكبيرة يعني القسم الأول من الأوعية الكبيرة فكمان هنا ستكون عبارة صح له جزء خارجي ليفي صح وجزء داخلي مصلي أن التامور المصلي من جوه والتامور الليفي من بره طيب اختر الإجابة الصحيحة المتعلقة بقمة القلب قمة القلب يشكلها البطين الأيسر صح تقع في مستوى الورب السابع الأيسر شو رأيكم غلط الورب خامس أيسر تبعد خمسة وعشرين سانتي على خطوة متوسط كمان غلط لنا تسعة سانتي لا يمكن جسة كمان غلط لتلكن يمكن جسة اختر الإجابة الخاطئة المتعلقة بالتامور التامور يحيط بالمنصف الأمامي هلأ هون بقى بتتذكروا في الوقت حكينا بالمحاضرة الماضية قلنا لتلكن أنه فكرة المنصف ممكن ما تلاقوها مثل ما هي أنه كيف بنقسم المنصف الأمامي ومتوسط وخلفي بس التطبيق العملي للحكي اللي حكيناه موجود بالكتاب فصحيح ما شرحوا هن المنصف شو أقسامه بس عم يستعملوا لكم لها الأقسام هدو فمثلا هون لما بيسألوكم يقول لكم أنه التامور يحيط بالمنصف الأمامي طيب انتو بتكونوا عرفانين سلف أنه المنصف باسمه الأمامي ومتوسط وخلفي المتوسط هو القلب والأمامي أمام القلب والخلفي خلف القلب فمعنات التامور شو بيحيط بالمنصف؟ مو الأمامي وإنما المنصف المتوسط لأنه المنصف المتوسط يكون هو عبارة عن القلب طيب التامور يحيط بالقلب أكيد صح وله جزءان ليفي ومصلي صح ويحوي التامور المصلي جوف وبقلبها الجوفي عندي سائل اسم السائل تاموري طيب هلا خلصنا من دراسة وجوه القلب يعني ألبنا هيك وطلعنا على كل الوجوه تبعاته خلينا نجي لحجورات أو أجواف القلب بمعنى تاني الأذينات والبطينات فأول شي حنبلش فيه هو الأذينة اليمنى تمام؟ طيب اجينا على الأذينة اليمنى طبعا هي مسكرة عملنا جينا جبنا متخيلوا سكينة قصينا هيك بهالشكل هاد والشي المحل ما قصينا ألبنا هيك لحتى فتحناه يعني متل ما بتفتحوا الباب تمام؟ طيب تخيلوا أنه هون كأنه في مفصلات باب فهذا الوجه اللي انتو شايفينه هون شو هو؟ هذا الوجه كان بالداخل كان مطلع الداخل صح؟ أنا أجيت لها المنطقة هاي قصيتها وفتحت هيك كأني عم بفتح باب فهون عم بتطلع على الوجه يلي كان عم يطل باتجاه الداخل لحتى شوف شوفي جوات الأذينة اليمنى أو الرايت اتريون طيب الأذينة اليمنى بتطلع أول شي خلينا نتوجه لشغله وين الأمام وين الخلف؟ تفاني أنه قمة القلب هي الأمام وهون القاعدة تبعه باتجاه الخلف تمام؟ إذن هون الأمام وهون الخلف طيب بتطلع بلاقي الأذينة فيها قسم خلفي أملس تمام؟ شايفين أنتو فرق بين الجدار اللي موجود هون وبين الجدار اللي موجود هون؟ هذا اللي كان هون بالأمام قبل ما أقلب جدار الأذينة تمام؟ طيب فإذن القسم الخلفي من الأذينة أملس بينما القسم الأمامي هذا نفسه هاد كان هون بينما القسم الأمامي بيكون قسم فيه عليه شغله اللي أم نحكي عنه ألياف عضاليه اللي أم نحكي عنه تمام؟ إذن أول فكرة هدول كتير مهمين أول فكرة أنه قسم خلفي أملس طيب فكرة الثانية أن القسم الأمامي ما نؤملس وإنما فيه عليه ألياف عضلية تمام؟ شايفينها بهالشكل هاد؟ منسميها عضلات مشطية تمام؟ طيب هالخط اللي عم يفصل بين القسم الأملس والقسم اللي فيه عضلات مشطية شو بسميه؟ بسميه العرف الانتهائي تمام؟ إذن بسميه العرف الانتهائي ومن بعده باتجاه الأمام فيه عندي عضلات سميها عضلات مشطية وباتجاه الخلف بيكون جدار الأذينة أملس هاي خلصنا من ثاني فكرة هلأ بالنسبة للفكرة الثالثة منلاحظ شغلة أنه في عندي مصب أجوف علوي ومصب أجوف سفلي عم يفتحوا داخل الأذينة اليمنى هلأ مصب الأجوف العلوي ما بيكون في عليه دسامات تمام؟ وكلمة الدسام عموماً التاني أنه شي بيسمح للسوائل تمشي بالاتجاه ما تمشي بالاتجاه المعاكس تمام؟ طيب فهي المبدأ دائماً العام لأي دسام تعرفوا مثل دسامات القلب أنه الدسام هو شي خلص بيسمح للسوائل تمشي من هون لهون تيجي ترجع بالعكس ما بيخليها طيب فمنلاحظ أنه الأجوف العلوي لما بده ينفتح على القلب بهالمنطقة ما في دسامات بينما الأجوف السفلي بيكون في هون مثل الشغلة شايفينها بها اللون الأبيض تمام؟ هاي عبارة عن وريقة تمام؟ أو ثلمة بنسميها الدسام المنجلي هذا الدسام كان له أهمية بالمرحلة الجنينية بأنه يوجه الدم يلي جاي من الأجوف السفلي وياخده هيك باتجاه هالثقبة يلي موجودة هون تمام؟ يعني هاي دسام هذا اللي شايفينه هون باللون الأبيض هذا هيك كان له أهمية أثناء الحياة الجنينية أنه ياخد الدم اللي جاي من الأجوف السفلي باتجاه الثقبة يلي شايفينها أنتو هون طيب لش في ثقبة؟ ايه الحقيقة أنه كمان بالحياة الجنينية كان في عندنا ثقبة مفتوحة بهالمكان هاد بين الأذينة اليمنى والأذينة اليسرى من سميها الثقبة البيضية طيب ليش كان في عندنا ثقبة؟ هون بقى بس بدي أحكي لكم كلمتين هيك على جنب تمام؟ كالعادة خدوهون أو كبوهون عملوا فيهون بكم يا بس لحتى تفهموا سبب وجود هالثقبة هلا بالحياة الجنينية نحن بنعرف أنه أكسجة الدم ما بتصير عن طريق الرئتين وأنه ما بتصير عن طريق الأم يلي بالأحرى المشيمة يلي عم تاخد دم من الأم وتعطيها الدم وهو يصير التبادل هذا بينعتم طيب فإذا بالقلب هون كيف صار بده يشتغل بهالحالة؟ القلب يعني نحن بنعرف أنه هو من ناحية عم يبعت الدم على الرئتين ويرجع له الدم من الرئتين ومن ناحية عم يبعته على الجسم ويجاره بالجسم فبصير الدوران على الشكل التالي بيجي الدم على الأذين اليمنى تمام؟ طيب نحن بنعرف بالحالة الطبيعية المفروض الدم يروح من الأذين اليمنى على البطين الأيمام بعدين يروح على الرئتين ومن الرئتين بيرجع على الأذين اليسرى ومن الأذين اليسرى على البطين الأيسر ومنه على الجسم طيب هلأ نحن ما دام الرئتين عند الجنين لسه مشغالين فليش لحتى يروح الدم من الأذين اليمنى للبطين الأيمام؟ تمام؟ لا وأوعية الرئتين أساساً السمات طورت وحيلاقي الدم صعوبة بأنه يمشي بأوعية الرئتين وبعدين لحتى يرجع للأذين اليسرى؟ لا فرب العامين خلقنا شغلة مثل صلة وصل مؤقتة بين الأذين اليمنى والأذين اليسرى بحيث الدم يجي للأذين اليمنى ينتقل مباشرة للأذين اليسرى للبطين الأيسر ويرجع مرة تانية على الجسم لأنه هيكيك ما في داعي يروح على الرئتين لأنه ما في رئتين تمام؟ يعني ما في دم بروح على البطين الأيمام؟ لا في دم بروح على البطين الأيمام في جزء من الدم حيروح من الأذين اليمنى على البطين الأيمام بس بنفس الوقت عند الجنين في جزء من الدم حيعبر هالثقب هاي لحتى يروح على الأذين اليسرى وعلى البطين الأيسر يختصر وقت يعني تمام مادام ما في داعي ان هو يروح باتجاه البطين طيب فوظيفة ها الدسام اللي جابنا لكل هالسيغة هذا الدسام اللي مسميه الدسام المنجلي وظيفته كان اثناء الحياة الجنينية انه يوجه الدم اللي جاية من الاجوف السفلي يقوله روح مباشرة انت على ثقبة البيضية ما في داعي تروح هيك باتجاه البطين لانه ما في طريق مسكر تمام ما ما لك شغل تروح لهون انت روح على الاذين اليسرى خليها تاخدك على البطين الايسار وترجع على الجسم انت بتروح بتتنقى بالمشيمة تمام طيب فمعنا تفهمنا شو سبب وجود ثقبة هون وطبعا وجود هالمعلم ممطالبين في انتو انه اسم الثقبة البيضية تمام بس ما كانوا ممطالبين انه شو سبب وجود الثقبة البيضية وليش كانت موجودة عند الجنين فماشي اذا ان احنا في عنا دسام منجلي موجود تقريبا على الوجه الامامي للمكان ما بيفتح الاجواريد الاجوف السفلي وفي عنا هون اثار لوجود ثقبة بنسميها هون ثقبة البيضية تمام طيب هلا ضل عنا بس كمان طبعا ان هون بنلاقي في شغلة بالاذينة هو عبارة عن شايفين جزء من الدسام يلي هو الدسام ثلاثي الشرف يلي بنقول الدم من الاذينة اليمنى باتجاه البطين الايمن تمام طيب في شغلة كمان شايفينه هون بس ما حكينا عنا لحد هلا هي الشغلة الصغيرة يلي موجودة هون شو هي؟ قال هي عبارة عن شي بسميه فوهة مصب الجيب الاكليلي طب خلينا ناخدهم كلمة 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 فوهة مصب الجيب الاكليلي شو يعني؟ اول شي كلمة اكليلي يعني بتشير لها الاوعية يلي بتكون عم تغذي القلب ان كانت شرايين او اولدة بنسميها اوعية اكليلية تمام؟ معنات هي شغلة العلاقة بالاوعية اللي بتغذي القلب الجيب هو شو اللي بصير انه الاوردة هي اللي بتكون اخدت من عضلات القلب الثاني اكسيد الكربون تبعها بتروح بتجمع كل شي اولدة خاصة بعضلة القلب بمنطقة منسمية الجيب الاكليلي تمام؟ الجيب الاكليلي بيفتح هون على الاذينا اليومنا بمصب بنسميه هون فوهة مصب الجيب الاكليلي عرفنا شو الفكرة؟ اذا هون عن طريق فوهة مصب الجيب الاكليلي عم يجي الدم الوريدي تبع القلب نفسه ما القلب بالاخير هو عبارة عن عضلة مثل باقي العضلات تستهلك اكسجين وبتطرح ثاني اكسيد الكربون تمام؟ طيب فالاكسجين اللي بتستهلكه بيجيها عن طريق الشرايين اللي حكينا عليها قبل شوي شريان بين البطينين الامامي والشريان بين البطينين الخلفي اما الدم الوريدي اللي بده ياخد ثاني اكسيد الكربون فبيتجمع هالأوريدي كله يعته عن طريق هون الجيب الاكليلي والجيب الاكليلي بيصب بالاذينا اليومنا لحتى يبعد الدم مع باقي الدم باتجاه الرئتين تمام؟ طيب خلينا نعيد على السريع الاذينا اليومنا شو صرنا حاكيم فيه ان القسم الخلفي املس القسم الامامي بيكون ما نعملس وانما في عليه عضلات نسميها العضلات المشطية ومنلاحظ هون انه فيه على الجدار اثار لثقبة اسمه الثقبة البيضية ومنفتاح دس وريد اجواف علوي ووريد اجواف سفلي تمام؟ الوريد الاجواف السفلي امامه منلاقي فيه عنا هذا او على الوجه الامامي في الدسام اللي بنسميه دسام المنجلي امام وفتحة الوريد الاجواف السفلي امام فتحة الوريد الاجواف السفلي بنلاقي فيه عنا فوهة مصب الجيب الاكليلي59 ويأخذ الدم الوريدي من القلب طيب هي الاذينا اليومنى. خلينا ننتقل لالبطينة الايمن البطينة الايمن اللى بيتصل مع الاذينا اليومنى dovansi عن طريق هل فوها هاي اللى الى موجودة هون وكان يسميه فوههة مثلهة الشرف تمام هالفوه هاي بكون عم يغطيها دسام اسمه الدسام ثلاثي الشراف يلي حنحكي عليه بعد شوي طيب البطين الأيمن بس بيتصل مع الأذينة اليمنى لا البطين الأيمن كمان عم يتصل مع شيء من سميه الجذع الرئوي تمام هذا الجذع الرئوي يلي بده ياخد الدم من البطين الأيمن ويروح يوزعه باتجاه الرئتين تمام طيب فإذا في عنا اتصال مع الجذع الرئوي واتصال مع الأذينة اليمنى تمام طيب هلأ منلاحظ شغله كمان هو أن البطين الأيمن كما شايفين عملنا فيه كمان فتحه لحتى نشوفه من جوه منلاحظ أول نقطة أنه سماكة جدار البطين الأيمن طبعا هتكون أكبر من سماكة جدار البطين أو عفوا الأذينة اليمنى ليش؟ لأن البطين الأيمن عنده وظيفة أكبر فبدي يكون فيه عنده سماكة أكتر طيب هاي أول نقطة النقطة الثانية منلاحظ أنه جو في البطين فينا نقسمه لقسمين قسم خشن هذا اللي شايفينه كلاياتنا هون هي كلاياتها المناطق هاي قسم خشن تمام وفيه قسم أملس صاير بهالمنطقة هاي طيب بالأعلى تقريبا هلأ مننسبة للقسم الخشن القسم الخشن عم يتكون من شيء من سميه عوارد لحمية شايفينها هي كلايات اللي موجودة هون بسميها عوارد لحمية أو أحيانا كما بسموها ترابيق لحمية هاي الترابيق بتنشأ منها عضلات من سميها العضلات الحليمية تمام؟ هاي اسمها عضلة حليمية تمام؟ طيب العضلات الحليمية بالبطين الأيمن عبارة عن ثلاث عضلات عضلة حليمية أمامية عضلة حليمية خلفية وعضلة حليمية حاجزية يعني تجي من الحاجز اللي صاير بين البطينين الأيمن والأيسر إذن في عندي ثلاث عضلات حليمية عم تنشأ منها الترابيق اللحمية العضلات الحليمية هن عضلة حليمية أمامية عضلة حليمية خلفية وعضلة حليمية حاجزية هاي العضلات بتستند عليها هدول الخطوط اللي شايفين بلون أبيض بسميها حبال وترية والحبال الوترية بتكون مستند عليها تمام شرفات الدسام ثلاثي الشرف إذن في عندنا هون دسام اسمه الدسام ثلاثي الشرف يعني هو عبارة عن ثلاث شرفات بيفتحوا وبيسكروا طيب هالثلاث شرفات كل واحدة كل شرفة من هون بتكون معلقة بحبال وترية والحبال الوترية مستند على عضلات حليمية لهيك في عندنا ثلاث عضلات حليمية أمامية وخلفية وحاجزية ليش؟ لأنه في عندي ثلاث وريقة كل وريقة في إلها عضلة حليمية خاصة فيها تمام طيب هاي بالنسبة للقسم الخشين إذن القسم الخشين عبارة عن ترابيق لحمية هدول اللي شايفينه هون هالترابيق عم تطلع منها عضلات حليمية والعضلات الحليمية عم تستند عليها حبال وترية وبالحبال الوترية بيكون عليها شرفات الدسام واللي هو الدسام ثلاثي الشرف طيب القسم الأملس هذا اللي هون هذا القسم بشبهه كأنه مثل كأنه مخروط تمام بهالشكل هاد لأنه عمليا بيكون القطر هون كبير وشوي شوي نحن طالعين كل ما له القطر بزغر تماما مثل مبدأ المخروط ماشي طيب فبيسموه هذا المخروط الشرياني ومنلاحظ أنه بنية المخروط الشرياني بتكون كبنية من الداخل ملسى بتشبه البنية تبع الشريان من جوه تمام وطبع هون في عندي دسام اسمه الدسام الرئوي اللي عم يسكر الوصل اللي صاير بين البطين الايمن وبين الجذع الرئوي في عندي هون دسام اسمه الدسام الرئوي تمام طيب فهلأ هيك منuggونا عن البطين الايمن البطين الايمن دلنا في عنا قسم هاد repeal uhmam هاهذا اللي موجود بالامام تمام كما اتفكنا هون امام فقسم خشى موجود بالامام ترابيق لحمية عضلات حليمية حبال وترية وشرفات الدسام ثلاث الشرام وفي عندي بالأعلى قسم أملس من سمين مخروط الشرياني يكون على اتصال مع الجذع الشرياني يلي بيأخذ الدم من البطين باتجاه الرئتين هلأ خلينا نحكي خلصنا حكي عن البطين الأيمن والأذين اليمنى خلينا نجي على الأذين اليسرى أو Left Atrium الأذين اليسرى بالنسبة لها كجوف فيها ما فيها التفاصيل الكتيرة يلي ذكرناها بالأذين اليمنى فالأذين اليسرى أوه شي بنطلع إذا عملنا فيها مقطع من لاي أنه جوف الأذين عموما أملس تمام معظمه بيكون أملس ما عدا جزء صغير تمام هذا يلي موجود هون منسميه صيوان الأذين اليسرى تمام طيب هلأ منلاحظ أنه هذا الصيوان بيكون فيه شايفين كيف عضلات هاي وبالتالي ما نعملس هاي نقطة النقطة الثانية منلاحظ أنه عم يصب على الأذين اليسرى هون وهون تمام أوريدي رئوية اثنين من هون واثنين من الطرف محل ما قصينا فإذا في عندي أربع أوريدي رئوية اثنين بكل جهة بيجيبوا الدم من الرئتين باتجاه الأذين اليسرى وما في عنا دستامات بهذه المنطقة هاي طيب هلا كمان في نقطة بالنسبة للأذين اليسرى أنه ما في حدود واضحة تمام تذكروا هني كافي عنا شيء اسمه عرف انتهائي بالأذين اليمنى عرف انتهائي عم يفصل بين القسم الخشن والقسم الأملس من الأذين اليمنى بينما بالأذين اليسرى ما في عنده الحدود الواضحة بين القسم الخشن والقسم الأملس وعالحاجز بين الأذينتين بلاقي في عندي كمان آثار للثقبة البيضية تمام اللي حكينا عليها قبل شوي شو منسمي هذا هون بالأذين اليسرى منسميه دسام الثقبة البيضية دسام الثقبة عفونا الثقبة البيضية طيب هلا هون بدي وضح لكم شغلة هلا هي اسمه الثقبة البيضية تمام هاي اللي كانت موجودة بالحياة الجنينية اسمه الثقبة البيضية طيب هلا بعد الحياة الجنينية وبعد الولادة بتتسكر هاي الثقبة ماشي فبيصير في عنده آثار لهالثقبة آثار هالثقبة بالأذينة اليسرى منسميها هاي اللي شايفينه هون دسام الثقبة البيضية بينما آثار الثقبة البيضية بالأذينة اليمنى شو منسميها منسميها الحفرة البيضية يعني بس هي عبارة عن تسميات الفكرة بعرف انه هي سهلة وواضحة بس كاختلاف بالتسميات وانه واحد حتى يكون دقيق انه في عندي شي اسمه ثقبة بيضية كانت موجودة بالحياة الجنينية طيب بعد الولادة تسكرت وضال عندي اثرها لما بكون عم بطلع من جهة الاذين اليسرى بسميها الاثر هذا اللي هون تمام تسام الثقبة البيضية هو الدسام اللي نحن شايفينه هون تمام كان عبارة عن دسام موجود بالحياة الجنينية لحتى الدم ينتقل من الاذين اليمنى للاذين اليسرى وما يرجع بالعكس تمام طيب فهذا من لما بطلع من الاذين اليسرى بيكون شايف دسام الثقبة البيضية بينها من لما بطلع من الاذين اليمنى بسميها لهذا الاثار هي الحفرة البيضية طيب هلأ اخر حجرة من الحجرات هي البطين الايسر او الليفت فينتريكو البطين الايسر مثل البطين الايمن في عنا هون مثل ما انا شايفين قسم سفلي بيكون خشن وفيه هالعوارد اللحمية او الترابيق اللحمية بينما القسم العلوي بيكون جداره املص تمام هاي نقطة النقطة التانية انه البطين الايسر بيكون كجدار اثخن من البطين الايمن بتلت مرات ليش منطقي الموضوع لانه البطين الايمن بده يدفوش الدم بس باتجاه الرئتين بينما البطين الايسر بيكون بده يدفوش الدم باتجاه كامل الجسم تمام طيب هلأ منلاحظ انه في عنا الدسام طبعا يلي موجود بين البطين الايسر والاذين اليسرى اسمه الدسام التاجي الدسام التاجي بتكون من شرفتين مو تلت شراف مثل هداك الدسام ثلاثي شراف لا الدسام التاج عبارة عن شرفتين تمام واحدة هون من فوق واحدة بتجي من تحت هاللي من فوق بيسموها علوية او امامية اذا بتذكروا هذا في عندي وجه هون للقلب وجه من تحت فهذا الوجه بسميه وجه امامي او علوي وهذا وجه خلفي او سفلي فنفس الشي شرفتين الدسام التاجي تمام شرفة من فوق منسميها شرفة امامية او علوية وشرفة من تحت منسميها شرفة خلفية او سفلية كل واحدة من هدول الشرفات بتكون معلقة بحبال وترية والحبال الوترية عم ترتبط بعضلات حليمية تمام طيب فاذا في عندي عضلة حليمية امامية هاي اللي موجودة هون وعضلة حليمية خلفية هاي اللي موجودة هون طيب هلا هيك ما نكون حكينا عن البطين الايسا خلينا نعمل هلا مقارنة سريعة بين الاذينتين وبين البطينين اول شي بالنسبة للاذينة اليمنى الاذينة اليمنى في عنا قسم املس طبعا الاذينتين الان كان يمنى وان كان يسرا فيين قسم املس وقسم خشين منساميه صيوان الاذينة طيب من ناحية وجود الدسامات بالاذينة اليمنى في عنا دي دي دسام سميته الدسام المنجلي وفي الاضافة لانه بين الاذينة اليمنى وبطين الايمان في عندي الدسام ثلاثي الشرف هلأ بين الأذين اليسرى والبطين الأيسر في عندي الدسام التاجي وبالأذين اليسرى محل ما بتصب الأوردة الرئوية الأربعة ما في عنا شي دسامات خاصة هلأ بقايا الثقبة البيضية بالأذين اليومنا شو سميناها؟ الحفرة البيضية بينما بقايا الثقبة البيضية بالأذين اليسرى سميناها دسام الثقبة البيضية الثقبة البيضية إلى آخره طيب بالنسبة للمقارنة بين البطينين البطين الأيمن مول يمنع أكيد البطين الأيمن فالقسم الأملس بكل بطين هو بيكون القسم السفلي بينما القسم عفوا القسم الخشن هو السفلي والقسم الأملس هو القسم العلوي عدد العضلات الحليمية بالبطين الأيمن بيكونوا ثلاثة لأنه في السام ثلاثة الشرف بينما بالبطين الأيسر بيكونوا ثنتين طيب هلأ مننتقل لفكرة سريعة موضوع هيكل القلب هلأ القلب هو عبارة عن عضلة صح؟ طيب العضلات كلها ياتري أخذناها يعني بيكون فيها منشأ بيكون فيها مرتكز طيب ألياف عضلة القلب كيف من وين لوين عم تتحرك؟ وين منشأ أو مرتكزة؟ ما سألتوا حالكم هالسؤال؟ طيب فهلأ هون بيجيني شيء اسمه هيكل القلب يلي هو عبارة عن نسيج ليفي نسيج ليفي بيكون موجود بهالمنطقة اللي بين الأذينات وبين البطينات تمام؟ طيب خلينا نبسط الموضوع خلينا نفرض أنه هاي المنطقة اللي عم تفصل بين الأذينات والبطينات تمام؟ هاي المستوى اللي عم يفصل بين الأذينات والبطينات ما شيء خليقوا الأذينات من هون وبطينات من هون فالألياف تجي من هذا من هالمستوى اللي هو بشكل هيكل القلب بتجي الألياف العضلية بتروح هيك بتلف وبترجع بتجي ألياف هيك بتلف وبترجع تمام؟ ألياف بتلف وبترجع هذا الشكل لحتى يشكله هيكل القلب تمام؟ هاي المبدأ البسيط لهيكل القلب والألياف هيكل القلب كيف تتصير لما بتتقلص هالألياف بتقرب هيك تمام؟ بتتقلص فبتقرب كلاياتها على بعضه فشو بتعمل؟ بتضغط البطين مثلاً وتدفوش الدم من البطين فبتشتغل بهالشكل هاد ألياف هاي ألياف القلب والبنية هاي اللي بالنص يدي قلتلكون انه مثلاً منها عم تطلع الألياف وترجع لإلها منسميها هيكل القلب وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة بالمستوى اللي عم يفصل بين الأذينات والبطينات طيب فلهيك عملنا المقطع اللي قلتلكون عليه قبل شوي لو عملنا هالمقطع بهالشكل هاد هنشوف هنشوف عنا هاي ثلاث حلقات تمام؟ هذا الكل شي شايفينه باللون الأزرق هو عبارة عن نسيج ليفي بشكل هيكل القلب تمام؟ طيب هيكل القلب بالإضافة لأنه منه عم تطلع الألياف العضلة القلبية بس بنفس الوقت كمان عم يشكل معظم شروفات الدسامات القلبية تمام؟ يعني منطلع هيك في عندي هون الدسام ثلاثي الشرف الحلقة يلي عم يجي منها الدسام تمام؟ شرفات الدسام هالحلقة هي هي جزء من هيكل القلب نفس الشي الحلقة يلي عم يشكل الدسام التاجي يلي هو عبارة عن وريقتين بالإضافة للحلقة اللي عم يشكل الدسام الأبهري تمام؟ بينما الدسام الرئوي الحلقة يلي بتساويه ما بتساهم بهيكل القلب إذن في عندي أنا ثلاث حلقات بهالشكل هاد من ناحية عم يساويلي دسامات ومن ناحية عم يساويه هيكل القلب يلي بده تستند عليه الألياف العضلية تبع عضلة القلب هالحلقات من شو مكونين؟ مكونين من نسيج ليفي ضام تمام؟ كثيف يعني بتعطيه شوية قوة بس بنفس الوقت شديد المرونة لحتى يتناسب مع حركة القلب هلأ من لاحظ شغلة تمام؟ أنه الحلقة تبع خلينا نقول حلقة يمنى ويسرى تمام؟ الحلقة اليمنى يلي بتشكل الدسام ثلاث الشرف هاي الحلقة مانها كاملة والحلقة تبع التاجي كمان مانها كاملة بينما الحلقة يلي بتشكل الأبهري بتكون هي الكاملة خلينا نشوفهن هون على الرسمة هاي بالأزرق تمام؟ يلي بتكون عم تشكل شو مثلث الشرف وهيلي بالأحمر عم تشكل التاجي وهون في عندي لو الحقنا هالخط هاد بهالشكل هيك من لايه آخر شي عم يشكل من فوق من لايه عم يشكل دائرة كاملة هي الدائرة اللي عم يجي منها الدسام الأبهري تمام؟ طيب فإذا بهمنا بهيكل القلب الشي التالي أول شي انه مين الحلقات غير المكتملة هن عبارة عن الحلقة اللي بتشكل الدسام مثلث الشرف والدسام التاجي والحلقة المكتملة مين هي؟ هي اللي عم يشكلها الحلقة اللي عم يشكل الدسام الأبهري بينما الدسام يلي الحلقة تبعه ما بتساهم بهيكل القلب هو الدسام الرئوي تمام؟ طيب هلا بالنسبة لموضوع العمل القلبي هذا الموضوع حل أجله لمحاضرة تانية احكي لكم فيها على السريع عن العمل القلبي وسائل الاستقصاء القلبية لحتى ما طول عليكم أكثر بتمنى لكم كل التوفيق وبشوفكم بالمحاضرة الجاي